موسيقى أرحب بكم مشاهدين وأطلع عليكم من العاصمة الأمريكية واشنطن ضمن تغطيتنا الخاصة والمستمرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية الاستثنائية ضيوفنا داخل الاستوديو لحلقة اليوم حسين قبش كبير الباحثين في المعهد العربي الخليجي واشنطن وغاي تيلر رئيس فريق الأمن القومي في صحيفة الواشنطن تايمز أرحب بكم معنا اليوم في حلقتنا الخاصة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية شاهدنا في الفترة الماضية العديد من وثائق الويكيليكس حول الرسائل الإلكترونية والآن يتحدثون عن صحة هيلاري كلينتون لماذا هذا القلق حول أن تكون صحة هيلاري عائق في الانتخابات الأمريكية القادمة وهل تعتقدون أنها حقا في خطر سأبدأ معك لا أعرف إذا ما كان هناك معلومات موثوقة تؤكد أن هناك خطرا على صحة السيدة كلينتون فهي تعمل بجد وتتصرف كأي امرأة بكامل صحتها بعمر الثامنة وستين لم تقم هي أو السيدة ترامب بنشر أي معلومات طبية عن أنفسهم مقارنة بالسيناتور جون مكين الذي نشر آلاف الوثائق الطبية للعلن بينما هم اكتفوا بنشر معلومات قليلة لكن لا يملك أي منهم تاريخا بالأمراض الخطيرة مثل مكين الذي نجى من مرض السرطان لكن يبدو أنهم على ما يرام أعتقد أن الأمر تلفق من مخيلة معارضيها لكنه غير مقنع نهائيا لكن كان لديها مشاكل في الرئتين كانت تسعل وكان لديها التهاب رئوي إذن التهاب رئوي كما أن ترامب يقول باستمرار بأنها لا تملك الطاقة ولا تستطيع الاستمرار أعتقد أن هذا يتماشى مع تاريخه باستخدامه كلمات للتفرقة بين الجنسين وضد النساء بشكل عام أعتقد أن هيلاري كلينتون مثل دونالد ترامب سوف تصل لعمر 72 بنهاية الفترة الرئاسية الأولى في حال ربحت إذن نحن نتحدث عن عمر قيادي أكبر لكن بالطبع إن اليمين السياسي هنا حاول تشويه موضوع الصحة قدر الإمكان خاصة عند الحادثة المؤسفة التي حصلت مع الالتهاب الرئوي كان هناك حادثة أيضا عندما كانت وزيرة الخارجية حيث سقطت وعانت من إصابة بالرأس وهذا يشابه ما حصل مع جورج بوش الإبن عندما سقط في البيت الأبيض وأصابته حالة اختناق أعتقد خلال الفترة الرئاسية الأولى في كل مرة يعاني أي قائد من حالة صحية يحاول معارضه استغلالها وتشويهها لجعله يبدو أضعف وهذا بالتأكيد ما حصل مع إصابة هيلاري بالالتهاب الرئوي لكن في ويكيليكس تفضل المشكلة أننا شاهدنا الاثنين معا لثلاث مرات في المناظرات الثلاثة وإذا كان أحدهم يبدو أنه يعاني من مشاكل صحية وعلى وشك الإغماء فهو بالتأكيد دونالد ترامب خاصة في المناظرتين الأخيرتين حيث بدأ بحماس ثم بدأ متعبا وهي لم تحاول أن تستغل هذا الموضوع ضمن تسريبات ويكيليكس هناك العديد منها طبعا ولكن هناك الكثير من التهديدات في البداية مثل مفاجأة تشرين الأول ما هي هذه المفاجأة حتى الآن؟ نعم هذا صحيح كان هناك فيديو دونالد ترامب الذي نشره الواصل إلى هوليوود واتهامات من إحدى عشرة سيدة على الأقل باعتداءات جنسية أو تصرفات غير مقبولة مفاجأة تشرين الأول لم تكن كما توقع الجمهور معلومات ويكيليكس مثيرة للاهتمام لكنها لم تكن فضيحة بل كانت أشبه بجو الدفع للعب في أوساط مؤسسة كلينتون الخيرية أو المساعدات في مؤسسة كلينتون والاهتمام الذي يحصل عليه هؤلاء المتبرعون من هيلاري كلينتون حتى عندما كانت وزيرة خارجية لكن هذه للأسف الطريقة التقليدية التي تسير بها الأمور في السياسة الأمريكية لا يوجد فيها أي شيء مخالف للقانون لكنها لا تبدو جيدة بالنسبة للجمهور لكن بالجهد الأخرى لنقارن هذا الموضوع بالتسجيل الذي نشر لترامب وهو يتحدث عن اعتدائه على النساء بشكل متكرر ثم اتهامه من مجموعة من النساء بأنه فعلا فعل ذلك والآن علينا السؤال هل كان يكذب عندما قال إنه من المستحيل أن يقوم بهذه الأفعال أم أنه كان يكذب في هذا التسجيل عندما قال إنه يفعل ذلك طول الوقت الجواب بكل وضوح أنه كان يكذب خلال المناظرة لأنه فعلا يتصرف بهذه الطريقة بشكل دائم نعم غاي أنا أتفق معك بخصوص تعليقات ترامب في هذا التسجيل لكن أعتقد أن هذه نصف القصة إذا نظرنا إلى الجزء الآخر نرى أن الكثير من داعم ترامب اعتبروا أن ما كشفه ويكيليكس عن سياسة وزيرة الخارجية هيلاري في الدفع مقابل اللعب كان مفاجأة تشرين الأول وأنهم يستخدمونها لتحطيم سورتها كما تم وصفها من قبل المحافظين بفضيحة هيلاري الكبيرة كما حاولوا ربطها بمقتل السفير الأمريكي في بنغازي لكن ماذا هي هذه الفضائح وما هو محتوى ويكيليكس حتى الآن؟ هذا شيء مختلف عليه كما ذكر زميلي هنا أن موضوع الدفع مقابل اللعب ولم يقم الإعلام بطرح سؤال مدى فهم الشعب الأمريكي لكيفية عمل القوة في واشنطن والنظام السياسي حين يتم الانتخاب وأعتقد أن هناك خطا رفيعا بين الدفع مقابل الدفع والأعمال الغير قانونية لا يوجد أي دليل على قيام هيلاري بفعل غير قانوني لكن دعم ترامب ومعظم اليمينيين سواء كانوا يضعمون الأسد أم لا وإن عائلة كلينتون خاصة بعد أن كانت هيلاري وزيرة الخارجية أصبحت تمثل المتطلعين في واشنطن يرون أنهم متعطشون للسلطة أكثر من اهتمامهم بمصالح الناس الذين صوتوا لهم كلمة جو كلمة عامة جدا لم يكن هناك أي فعل سيء يمكن الإشارة إليه عائلة كلينتون معروفون أنهم غامضون نوعا ما وأنهم يقومون بالصفقات تحت الطاولة أعتقد أن هذه السمعة بنيت بالسنوات الأخيرة لأنه عندما تعود لتعليقات دونالد ترامب على عائلة كلينتون عندما كان بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة يمكنك البحث باللغة الإنجليزية ببساطة في وسائل الإعلام الرقمية لترى العديد من التسجيلات لدونالد ترامب في التسعينات يمدح بيل كلينتون كرئيس استثنائي وهيلاري أيضا إذن هناك تشويه يجري حاليا تم تضخيمه وترويجه من قبل بعض وسائل الإعلام والمساحة الإعلامية المليئة بالفوضى ولتستطيع أن تعرف من خلالها عليك متابعة وسائل الإعلام المتعددة وليس بالضرورة الصوت الأعلى الذي يصدح في هذه الانتخابات خلال السنة الماضية ذكرت شيئا هاما عن إصرار المحافظين في الولايات المتحدة على نظر لهيلاري بطريقة معينة بصرف النظر عن ما هي المحتوى أو المفاجأة في ويكيليكس مثلا لكن الآن نرى أنه حتى كولوم باول سيصوت لهيلاري كلينتون وهذه سابقا لم تحدث إن لم تخني الذاكرة في السياسة الأمريكية أن يقوم الجمهوريين بالتصويت لهيلاري أو لمرشح الديمقراطيين وليس لمرشح حزبهم بكل تأكيد لا لا لقد شهدنا هذا من قبل هذه إعادة خاصة لشخص مثل باول هذه إعادة بدرجة أكبر لحالة استثنائية شهدناها مع سارا بيلين وجون ماكين كان قسم كبير من الجمهوريين خاصة من مسؤولي الأمن الوطني والأشخاص الذين كانوا من قسم الصقور والمحافظة الجدد الذين صوتوا للتخلي عن ماكين لأنه اختار سارا بيلين لأنهم لم يستطيعوا تخيل احتمال أن ترث الرئاسة كما أنهم شككوا بحكمة ماكين لذا كان هناك الكثير من المنشقين خلال الانتخابات تلك وباول كان واحدا منهم أعتقد أنه تم تضخيم وتعظيم هذا الموضوع بشكل هائل مع ترامب هناك أنواع أخرى من الانشقاقات لكن نمط انشقاق باول كان شيئا شهدناه في وقت سابق ومن المثير الاهتمام أنه كان هناك مجموعة كاملة من الصقور الليبراليين الذين جنحوا ليمين الحزب الديمقراطي في فترة منتصف وأواخر السبعينات في مكتب السيناتور جاكسون ثم أصبحوا جمهوريين في عهد ريجن وبعدها أصبحوا من المحافظين الجدد أغلب المحافظين الجدد كانوا ديمقراطيين قبل عهد ريجن والآن نرى شيئا مشابها يحدث لكنهم لا يغيرون الأحزاب بل يستمرون بالتصويت فقط هل هذا ما يحدث فعلا جاي أن نرى تبادلا؟ أعتقد أن هذا ليس شيئا خارجا عن المألوف قد يقوم أي من أعضاء الحزبين بالتخلي عن أحزابهم خلف الكواليس لكن الغريب الآن أنهم يقومون بهذا الشكل علني عدد الجمهوريين الذين تكلموا علنيا ضد دولالد ترامب ومن المثير للاهتمام أيضا أن المذكرة القانونية لم تبدو كجزء من أيدولوجيا بل جزء من شخصية عدم الارتياح الذين يشعرون به الغالبية العظمى من الحزب الجمهوري وأعضاء مجلس الشيوخ يتجدد بعد كل تعليق يطلق ترامب حول المواضيع المطروحة للنقاش ما إذا كان عن السياسة الخارجية أو الحروب في الشرق الأوسط أو التجارة أو المكسيك أو الهجرة أو المسلمين أو النساء وبوتن يميل للحديث بطريقة غير راقية أبدا من الممكن أن يقوم بخلط نقاط مثيرة للجدل في المناظرات الهمة لكنه لا يناقش بالطريقة التي تعبر عن الأغلبية في الحزب الجمهوري لا بالنقاط التي يطرحها في النقاش ولا بالحماقة التي يقولها عن السياسة الخارجية هل هذا ما نشهده حاليا أن الحزب الديمقراطي يتجه نحو اليمين والحزب الجمهوري يتجه نحو اليسار وهذا ما يفصل محاولة دونالد ترامب لتحويل الحزب لحزب نعزالي وتشجيع العمل مع روسيا هذا تماما عاكس حقيقة الحزب الجمهوري التقليدي فهم يصرحون أنهم الوطنيون بين الحزبين نعم ومن المثير للسخرية أنه جزء من العرض عندما ننتهي من السباق الرئيسي يوم الانتخابة الهائية من الصعب أن نحدد ما الذي يحدث بالجانب الأيدولوجي لكن من الصحيح بلا شك أن ترامب كان يروج بطريقة غير أخلاقية لبوتين والدعايات الإعلامية الروسية والمواقع الإلكترونية رغم محاولتهم لقرصنة الانتخابات والعبث بها بطريقة غير قانونية كما رأينا بشكل واضح محاولة ترامب للإنحياز لليسار المتطرف الذي كان متحالفا في البداية مع بيرني ساندرز لأن العديد من داعم ساندرز يكونون الكره لهيلاري كلينتون وقد تعهدوا بعدم التصويت لها لكن السؤال هل هو سينساق أي منهم خلف ترامب لأن هذا سيكون غريبا جدا إن يتحالف اليسار المتطرف مع الحزب الديمقراطي مع اليمين المتطرف لكنهم يتوافقون بالنقاط التي تتعلق بالإنعزالية والتحرر وفكرة الحرية الحكومة الصغيرة أيضا والليبرالية والحرية والحرية الاجتماعية وإبعاد الحكومة عن حياة الناس الخاصة لذا هناك بعض التوافق الذي قد يكون في مصلحة ترامب في هذه الانتخابات ما هي احتمالية أن يحدث هذا يوم الانتخابات؟ احتمال ضئيل جدا لكن كلام جاي صحيح نقطة الالتقاء والتقارب بين ترامب والقسم الترامبي من اليمين المتطرف مع البعض من اليسار المتطرف هو بعض النقاط التي لا تعبر عن الحزب الجمهوري التقليدي أول نقطة هي الشعبوية الاقتصادية ومنع التجار الحرة مراهلة المنشآت والشركات الضخمة وولستريت إلى آخره وشيء الآخر هو نوع من معادة أمريكا ومحاولة التشكيك بالولايات المتحدة نعم وفي هذه الحالة من قبل الجمهوريين كما نعلم أن ترامب قومي لكنه ليس قوميا وطنيا أمريكيا بل قومي أبيض وهناك فرق كبير بين الاثنين وكانه قومي عرقي أو ما شبه يوجد كرهية مبطنة لما هي الولايات المتحدة بشكلها الحالي والتيار الرئيسي الذي أسست عليه أمريكا وهذا موجود من الستينات عندما قال الجناح اليساري من الحزب الديمقراطي نعم ولكن للقومية الوطنية الأمريكية يبدأون بنعم ولكن يقدمون شكاوى والآن نرى هذا الشيء بشكل أكبر من الجناح اليميني المساند ترامب في الحزب الجمهوري نعم ولكن عندما يتعلق الموضوع بالوطنية واليسار المتطرف من الحزب الديمقراطي يرددون خلفهم لكن التيار السائد بين الديمقراطيين في الوقت الحالي هم أكثر وطنية وحماسة بشكل مبهر أكثر تشددا بالناحية العسكرية وأكثر أممية وأكثر قربا للوطنيين الأمريكيين التخليديين من المهم أن نتذكر بعد مؤتمر الحزب الديمقراطي عندما رشح الحزب هيلاري كلينتون على عكس المؤتمر الجمهوري كانت القاعة كاملة من خمسة وثلاثين ألف شخص تغني للولايات المتحدة بدقائق بعد كلمة والد ووليدة الجندي المسلم الذي قتل وهو يحارب مع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بعد هذه الكلمة بدأ الجمهور الديمقراطيون بالهتاف للولايات المتحدة هذه كانت لحظة مفاجئة بلا شك خاصة بالنسبة لليساريين المتطرفين الذين شاهدوا تأثير سياسة هيلاري كلينتون الخارجية التدخلية كما رأينا جنرال جون آلين الذي كان في المؤتمر الديمقراطي وكان أكثر خلال كلمته في المؤتمر بدأ الهتاف للولايات المتحدة نعم هناك قصة له فهو لم يكن سعيدا بسياسة أوباما الخارجية وهذا ما يلفت النظر أن الوضع معقد لدرجة أنه حتى هيلاري قدمت أفكار مختلفة عن أوباما وكلاهما من الحزب الديمقراطي والمفترض أنهم يتفقون لقد شغلت منصبا وزاريا رفيع المستوى كأحد الكبار الدبلوماسيين في البلد خلال الفترة الرئاسية الأولى لأوباما أما في الفترة الرئاسية الثانية فهي تركت هذا المنصب وغابت عن الصورة تماما يقال أنها كانت في مرحلة التحضير لترشوحها لرئاسة كما أنها غابت أيضا لأن كان لها اعتراضات على إدارة أوباما ولم تنسجم بشكل جيد مع بعض الأشخاص في الإدارة وكانت تحاول الضغط اتجاه ما أسميه سياسة خارجية أكثر تدخلية وصرامة لا شك أنها وفقت على العديد من قرارات الإدارة لكنها لم تقتنع بمبدأ القيادة من الخلف وهذا المبدأ الذي تم اختباره حول العالم الآن بعد انتهاء القسم الثاني من إدارة أوباما لنأخذ سوريا على سبيل المثال قد طالبت هيلاري كلينتون بدور عسكري أمريكي أكثر قوة وليس بالضرورة باستخدام عدد كبير من الجنود الأمريكيين لكن عن طريق القصف الاستراتيجي الدقيق الذي يستهدف القوات الحربية التابعة للأسد على وجه الخصوص أيضا دعمت إنشاء منطقة حضر طيران في سوريا وطالبت بحاملة دعم أكبر للمعارضة المسلحة إنها تختلف مع أوباما حول الموضوع السوري بشكل واضح وهذا ينطبق على مواضيع أخرى أعتقد أن موقفها من روسيا مختلف جدا حيث إنها ترى روسيا كخطر أكثر من أوباما أوباما ليس معجبا ببوتين لكن ليس لديه مشاعر تجاهه أما السيدة كلينتون فلديها كراهية مبطنة لبوتين ومن الغريب أن السيد ترامب ألها بوتين تقريبا إذن هناك اختلاف تام نعم بشكل واضح بينما ندد ترامب بجون آلين على سبيل المثال وصفه بالجنرال الفاشل وتعليقاته على الجيش حيث وصفه بالكارثة ترامب نعم 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 قال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة لا تملك موقفا لطعب الدول الأخرى النزعة الإنعزالية الجديدة لديه وصلت لحدود معادات الإمبريالية ومعادات أمريكا من جهة اليسار هذه بكل وضوح معادات للإمبريالية لكنها معادات للولايات المتحدة أعتقد أنها كذلك وهذا موضوع حديث أريد أن أسمع منك جاي لأنك في لقاءات سابقة كنت شديد الدفاع عن سياسة أوباما الخارجية أحيانا لأنني أحاول إعطاء تقييم النزيه تقدير لقد مرى ثماني سنوات أريد أن أتكلم عن موقف هيلاري كلينتون مع روسيا وفلاديمير بوتين أعتقد أنه أكثر من تعليقاتها التي تصل في بعض الأحيان لمستوى غير مستساغ في السياسة الخارجية هنا في واشنطن أكثر من ذلك هم الناس الذين أحاطت نفسها بهم كوزيرة للخارجية الصعود الواضح في وزارة الخارجية لفكتوريا نولند وهي معتدلة وجمهورية على الأغلب تشغل الآن منصب مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والأسيوية حيث أشعر أنها في موقف حيث تم تكميمها تقريبا من قبل إدارة أوباما لمنعها من اتخاذ موقف أقوى ولو أنها استمرت بهذا الوضع لكانت في وضع هجومي أكثر في حال رابحت هلالي الانتخابات ستقوم بتسليط الضوء على هذا الجانب دون شك طالما أن إدارة أوباما تتجاهل السياسة الخارجية سيكون من الصعب البحث في ماضي الشرق الأوسط وصعوبات شن الحرب على الإرهاب أو المتطرفين تم التسطر عليها وأصبحت اللعبة التي لا رابح فيها أعتقد أن هذا الوضع الآن هو تطور هائل لأحداث الحادي عشر من أيلول والكثير من هذه التطورات حدثت في السنوات الثمانية الماضية من انهيار القاعدة على يد الدولة الإسلامية وهذا التحول الكبير في تيكتيكات المجتمع الدولي وبروز الربيع العربي والكثير من الأحداث التي جعلت الحديث بشكل إيجابي عن إدارة أوباما أمرا صعبا ومن بينها كمتضفق الهائل من اللاجئين بسبب الصراع في سوريا هذا سبب كاف وهذا ما يثير اهتمامي لقد رحت هذا السؤال في حلقة سابقة في الحقيقة لكنني مهتمة أسمع رأيكم حول الموضوع هل سياسة ترامب الخارجية أقرب بطريقة ما لسياسة أوباما الخارجية من هيلاري كلينتون على الأرجح سيكون مثل الفترة الرئاسية الأولى لأوباما مع استخدام مكثف للقوة الأمريكية خصوصا طائرات من دون طيار وهو نفس الدوامة لإدارة أوباما في السنوات الأربع الأولى لكن بعيدا عن إنعزالية ترامب الموضوع الذي تكلم عنه ترامب باستمرار هو أنه سيضرب معاقل الإرهاب أينما وجد بيد من حديد ولكن هذا ما كان أوباما يقوله أيضا لكن من الصعب معرفة كيف سيتم هذا وبأي طريقة أنا أوافق على أنك قد تتوقع تحركا كبيرا بالقوات الجوية الأمريكية والقصف حول العالم وهذا ممكن أعتقد أن تعليقات ترامب على الشؤون الدولية غير مترابطة ومتناقضة بطريقة غير مفهومة ولا يوجد شخص واحد من المجموعة التي حوله التي تنصحه ويصغي لهم من خبراء العلاقات الخارجية والشؤون الدولية لذا لا يمكننا توقع أي شيء منهم لا أعتقد أن هناك أي طريقة لمعرفة الشكل الذي ستكون عليه سياسة ترامب الخارجية إلا بالسماع لنغمة حديثه في الخطابات إلا إذا غير مواقفه بعد وصوله للحكم مع أني متأكد أن هذا لن يحصل لكن لنفترض بمعجزة ما أنه نجح سيكون هناك طابع من الإنعزالية الجديدة وسيقوم بالاستغناء عن الحلفاء التقليديين وسيسعى للمواجهة بقضايا التجارة والمعاهدات التجارية الموجودة وهذا موضوع من الصعب إعادة هيكلته أما الموقف الدولي فهو مختلف عن موقف أوباما على ما يبدو لأن أوباما يشجع على المشاركة والحلفاء والتعددية لكن ربما بالطريقة الخاطئة الصافقات التجارية الليبرالية الجديدة ولكن سياسة أوباما خاصة الخارجية منها ضربت العلاقات الدولية مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة نعم صحيح لكني فقط أريد توضيح كلامي قد يكون هناك بعض التداخل بين إنعزالية ترامب الجديدة وبين سياسات أوباما بتجنب المخاطرة في استخدام القوى العسكرية لكنه سيكون في هذا الجانب فقط نعم أعتقد أن أوباما قام باختبار بعض الحلفاء خاصة في الشرق الأوسط وبلاد الخليج وإسرائيل وغيرهم وأوروبا صحيح بعضهم كان مرتبطا بالسياسات والبعض الآخر بالخطاب فيما يتعلق ببلاد الخليج العربي والسعودية كانت نصف المشكلة مع أوباما على الأقل بسبب تعليقاته في المقابلات الخاصة الموقف كان على ما يرام لكن أوباما قام بترك انطباع عندهم بأنه لا يحبهم وأنهم لا يستطيعون الاعتماد عليه ولا الوثوق به لذا من السهل أن نتخيل السيدة كليندون أو غيرها باستلام الأمور والمحافظة تقريبا على نفس سياساته مع بعض التعديل ربما أن يكون أكثر حزما مع إيران وأن يتدخل بشكل أقوى في سوريا مع المحافظة على السياسات الأساسية نفسها اتجاه المملكة السعودية والإمارات وقطر إلى آخره الحديث بنبرأ الطف فقط نعم لكن أن يدرك أن نتائج هذا الشيء أدى لتغير العلاقات وأعاد ثقة بدون بذل الجهد الكبير لا أعتقد أن إعادة طمأنة هذه الدول سيأخذ وقتا طويلا إذا تم التخلي عن أسلوب أوباما الخطابي ماذا تعتقد جاي لأني أرى أنك لا توافقه الرأي لا أعتقد أنها ليست نقطة سيئة وثقبة لكن أعتقد أن علينا أن نقيم الوضع على الأرض ونرى أن اللاعبين في الشرق الأوسط يسعون لتحقيق أجندتهم الخاصة ولا ينتظرون سماع رأي الولايات المتحدة عن بعد آلاف الأميال للقيام بحركات صغيرة علينا أن نتذكر أن القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الآن هي جزء صغير مما كانت عليه من عشر سنوات هذا كان وقت حرب العراق لكن لا يزال حضور القوات الأمريكية هو الأقوى في الشرق الأوسط هذا صحيح وهي أكثر مما كانت عليه في التسعينات لذا إذا عدنا لما قبل حرب العراق عفوا تفضل انتهجت إدارة أوباما سياسات معاكسة ضد رياض وفتحت أبواب الحديث مع تهران أعتقد أن دول الخليج غضبت بشدة من هذا الموضوع وسيتطلب الأمر أكثر من تملق لغضي من هيلاري كلينتون في البيت الأبيض لتهديئة الأوضاع هناك نقطتك مهمة جدا وأعتقد أنك على حق الشيء الوحيد بالنسبة لإيران إيران بنفسها أغلقت الأبواب أمام أي احتمالية لعمل أوسع مع الولايات المتحدة ومن المحق أن أقول أن العديد من أعضاء إدارة أوباما بما فيهم الرئيس وبلا شك العديد من الأشخاص حوله من مجلس الأمن الوطني وغيرهم كانوا يأملون ويتوقعون أن يقوم الاتفاق النووي الإيراني بتقوية الأمميين في إيران وأن يؤدي الانفتاح أكبر ولو كان بشكل تدريجي صحيح من الواضح جدا أن إيران هي من رفض هذا الموضوع حيث قام الخامناء وفصائله برسم الخطوط وقرروا أن يوقعوا هذا الاتفاق وأن يستغلوا الفوائد الاقتصادية التي ستعود عليهم منه من دون أن يغيروا نهجهم مع سوريا، لبنان، اليمن، والعراق أو أي بلد وقرروا رفض أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة تماما نعم تماما أصبحوا أكثر عنفا وعدوانية صحيح أصبحوا أكثر عدائية إذن حتى إذا نظرنا إلى اللغة التي استخدمتها إدارة أوباما بالحديث عن إيران قائلة إذا قررنا قمة كام ديفيد مع دول خليج في 2015 مع قمة الرياض في 2016 هذا العام كان هناك لغة مسيئة ضد إيران تم وصفها بالإرهاب وما إلى ذلك لم تستخدم في العام السابق عندما كانت الإدارة أكثر حذرا محاولا إبقاء الأبواب مفتوحة لأنهم كانوا يحاولون حماية الاتفاقية من الانهيار تماما هذا صحيح إذن ما أحاول الوصول إليه هو أن هذه الإدارة التي كانت تبدو دائما متفهمة جدا بالتعامل مع إيران أدركت أخيرا من خلال كلام الطرفين أن هذا لن يحصل في الحقيقة لذا قد نتوقع المزيد بدون قيود بالنسبة لسيدة كلينتون فاصل قصير ونعود معكم مشاهدينا ابقوا معنا نعود معكم مشاهدينا ومع تغطيتنا الخاصة للانتخابات الرئاسية الأمريكية من العاصمة واشنطن بالعودة للانتخابات ترامب يتحدث بنبرة أكثر عدائية حول إيران وهذا غريب كونه لطيف جدا مع حليفتها روسيا بينما تستمر هيلاري بالدفاع عن اتفاقية إيرانية النووية لكنها تقول أنها سوف تحد من نشاطات إيران في الشرق الأوسط كيف تقيمون التعامل مع إيران من قبل ترامب وهيلاري لأن هذا موضوع هام جدا بالنسبة للشرق الأوسط والسياسة الأمريكية الخارجية أعتقد أن أي اسلوب ستتبعه كلينتون سيكون أكثر فعالية من أي شيء ممكن أن نتوقعه مع ترامب كما أعتقد أنها ستكون امتدادا لسياسة أوباما لكن قد تتضمن بداية عهد جديد مع الحلفاء الأقدم في المنطقة العربية مثل المملكة العربية السعودية والخليج لا أختلف حول هذا الموضوع هذا صحيح أما بالنسبة لترامب فإن تعليقاته حول المنطقة محيرة جدا لدي تعليقان عليه الأول في المناظرة الأخيرة كانت السؤال حول إثارة حملة الموصل لكن بالطبع قام ترامب بتجاهل السؤال وبدأ يشتكي من أن هذه الحملة لم تكن مفاجئة له حتى أنه قال بأنها كانت تحركا للانتخابات فقط ليظهر أوباما بأنه قام بعمل جيد لنضع هذا جانبا ولنتساءل إذا لم يكن هذا مفاجئا إذن ما هو الشيء الذي قد يكون مفاجئا مع معرفة واقع أرض المعارك والمزيج الفوضوي من الحلفاء بالإضافة للأعداد الهائلة من الأرتال العسكرية التركية والكتائب الكردية المختلفة والجيش العراقي والتقسيمات الطائفية المحيطة لأرض المعارك بعيدا عن ذلك ما هو العنصر الذي قد يبدو مفاجئا إذن أعتقد أن شيء الوحيد الذي ممكن أن تخرج به هو حملة دعائية أمريكية مدوية ومفاجئة من داخل الموصل أكبر بخمسين أو ستين مرة مما رأيناه والذي كان يتنامى عندما بدأت الحملة في تشرين الأول إذا كانت هذه الرسالة التي حاول ترامب إرسالها أو التلميح لها بالتأكيد فإنه لم يذكر شيئا مماثلا بشكر حرفي لكن إذا كان هذا ما عناه فعلينا أن نضع بعض الاعتبار ثمن هذا الفعل وهو بالطبع سيكلف الألاف من الضحايا المدنيين وأحد الأسباب الرئيسية التي جعل إدارة أوباما تسرب للإعلام عدم استخدامها للقصف العنيف على قادة داعش هو بسبب استخدامهم للدروع البشرية مركز التطبيقات الدعائية حيث يقومون بإعداد أجندات الدولة الإسلامية هو داخل أبنية سكنية صحيح في الرقة ودير الزور التي يسكنها مئة الأشخاص إذا أردت استهداف القادة عليك قصف هذه الأبنية وهذا سيكون نجاحا دعائيا هائلا للطرف الآخر لأنهم سيصورون الاستخدام الأمريكي للقوات العسكرية بأنه غير دقيق وأنهم يستهدفون المسلمين بشكل رئيسي وليس المتطرفين إذن هذا سيكون السيناريو المضخم لما كان ترامب يلمح به عند تحليله لحملة الموصل كما قلت أيضا أنه من الصعب أخذه بطريقة جديدة لذا أردت أن أتجاهله لكني لم أرد أن أرفض جملة وتفصيلا إنه على الأقل قادر على استحضار أمور تؤجج النقاش ليتخطى مرحلة القبول واسع نطاق في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية كارثة فائقة الأهمية التي تسببت بأزمة اللاجئين خلال السنوات الخمس الماضية لكن لا يتم الحديث عنها إلا نادرا وكأنه تم قبولها كأمر واقع وطبيعي ولكنه في الحقيقة مروع وإذا كان أفضل ما يمكن الحصول عليه من دونالد ترامب هو الصراخ والكتاب على تويتر إذن علينا الحديث بطريقة أكثر جدية عوضا عن الاستسلام للوضع الراهن بدلا من الوقوع بنفس الطعم مرارا وتكرارا لثماني سنوات أخرى موقف ترامب اتجاه إيران غير مترابط بدون شك فهو معاد لإيران ولديه تفكير تآمري متساهل حولها لكن في الوقت ذاته كما ذكرت منذ قليل النقطة الحاسمة هي أنه متعاطف جدا مع روسيا روسيا وإيران إلى حد كبير في بورة واحدة في أغلب القضايا السياسية وهذا شيء غير منطقي أبدا عديم المعنى وغير مترابط كما نعلم طالما موضوع اللاجئين نعم ربما يقوم بإبراز المواضيع إجبارنا على نقاشها والتفكير بها لكنه لم يكن أكثر نشاطا بمساعدة اللاجئين حتى أن مايك بينيس حاول منع نقل عدد كبير من اللاجئين السوريين لإنديانا وأن يتم توطينهم هناك هذا شيء غير طبيعي صحيح لكن مايك بينيس اختلف مع ترامب حول سوريا على سبيل المثال مع العلم بأن سوريا هي أهم القضية التي سيعمل عليها الرئيس الأمريكي الجديد أيًا كان كيف ستقوم هيلاري كلينتون بالتعامل مع الأسد لأن هذا الموضوع الذي يحاول الجميع تجاهله الآن فكرت في هذا الموضوع كثيرا أعتقد أن دعيني أحدد النقاط التي ستكون مختلفة عن أوباما ستكون مثل أوباما بتجنب المخاطرة بإرسال قوات برية على الأرض كما أنها مثل أوباما تولي اهتماما كبيرا للرأي العام الأمريكي ولا تريد خسارة الجمهور بأي قرار تتخذه ومدركة للتحالفات والخبايا خلف جميع التحالفات هذه هي نقاط التقارب بشكل عام لكن الفروقات فهي هائلة أعتقد أنها ستثبت في وقت مبكر خصوصا لبوتين ليس للأسد أو غيره لا لبوتين مباشرة أنها ليست من نوع الرؤساء الذين يرسمون خط أحمر على استخدام الأسلحة الكيميائية ثم يرفضون التصرف بشأنه أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع أنها ستثبت هذه الفكرة في مكان قريب من الحديقة الخلفية لروسيا على الأرجح مثل شبه جزيرة القرم في أوكرانيا أو دول البلطيق أكثر من سوريا لكن سيكون هناك تداعيات في سوريا أعتقد أنه يمكننا أن نتوقع أن تقوم إدارة هيلاري كلينتون بالمحاولة بشكل تدريجي وحذر لتجعل الولايات المتحدة أكثر انخراطا في تشكيل طبيعة نتائج الصراع هناك وربما بتطلع لإيجاد شيء ما أخيرا في مفاوضات جينيف لكن مع تفهم عميق أن علينا تغيير موازين القوى على الأرض قبل أن يقوم الأسد والمحيطين به كيف ستقوم بذلك؟ عن طريق القيام بأشياء مثل منطقة حضر الطيران ومنطقة حضر القيادة وزيادة دعم المعارضة المسلحة وإذا لم تجد أحدا تستطيع دعمه يمكنها أن تؤسس قوات جديدة أعني أن هناك الأمور قابلة للتنفيذ أعتقد أن روسيا برهنت أنها قادرة على فعل شيئين في نفس الوقت فهي تستطيع التفاوض مع أمريكا في جينيف كما أنها قادرة على القيام بكل هذه التصرفات في سوريا وهي معاكسة تماما تماما والولايات المتحدة قادرة على فعل هذا أيضا ليس من الضروري أن يذهب جون كيري للمحادثات ثم يتوقف كل شيء آخر وأن ننتظر النتائج التي سيعود بها يمكن القيام بعدة أشياء في الوقت نفسه أعتقد أن إدارة أوباما كانت تستخدم المفاوضات كتابرر لعدم القيام بعدة أشياء أو كما يسميها بالأشياء الغبية التي لا يريد عملها أعتقد أنها ستسلك سلوكا مختلفا القيام بأفعال حقيقية نعم ردها على كلمة الأشياء الغبية كان عدم القيام بأفعال غبية ليس نظرية أمية تماما رده كان أن القيام بعمل عسكري فقط لإظهار أنك قمت بعمل عسكري هو أسوأ سبب للقيام بعمل عسكري هذا الجدال الذي كان بينهم لكن في النهاية تمثل هيلاري كلينتون في السياسة الخارجية عقلية تأسست في نهاية الحرب الباردة في التسعينات عندما كان هناك عدة أمثلة في العراق والكويت في كوسوفو والبوسنا حيث استخدمت الولايات المتحدة القوى العسكرية بشكل فعال لتحقيق هدف سياسي عقلية أوباما التي كانت في أفغانستان والعراق تأسست خلال حرب العراق بين 2004 و2005 التدخلات والمغامرات العسكرية كهزيمة وهمية للذات وككوارث ليس للولايات المتحدة فقط بل هو يستمر بالتوقع كما يفعل روب مالي وغيرهم الذين يعتبرون مستشاريه الرئيسيين أن روسيا تعاني من كارثة وهمية وأن كل شيء سيصبح كارثيا بالنسبة لهم في الحقيقة إن ما نراه هو أن روسيا كانت قادرة على تحويل القوى على الأرض في سوريا ضمن تكلفة قليلة لأن هدفهم كان محدودا بالقيام بفعل قليل للوصول لهدف قابل للتحقيق تماما مثل ما كان على الولايات المتحدة فعله على ما يبدو أيضا أن إدارة أوباما لم تتأثر بالصور التي تظهر معاناة التي يعيشها الناس في سوريا قيم مبادئ الولايات المتحدة التي قادت فيها العالم لم تكن موجودة أبدا خلال إدارة أوباما لقد أخبرت دوريس كارين في مقابلة فانتي فير مؤخرا أن السوريا تمنعه من النوم بالليل لكن هذا التصريح لا يتماشى مع سياساته تماما تفضل جاي أريد أن أسمع رأيك بالموضوع أعتقد أن إدارة أوباما قد اعتمدت سياسة خارجية متجزئة وهذا يجعلها تفوت فرص العلاقات مع روسيا بشكل متكرر وفرصة معرفة أن المساحات أكبر من مصرح واحد على سبيل المثال إن ما تفعله الولايات المتحدة في أوكرانيا يؤثر في تغييرات السياسة الروسية في سوريا الانسحب الأمريكي من المفاوضات حول أوكرانيا أعطت الكريملين شبه جزيرة القرم وجزءا من شرقي أوكرانيا وهقيقة قبول تجميد هذا الصراع وقبول اتفاقية مينسك من إدارة أوباما أعطت روسيا القوة لتركز قوتها في أماكن أخرى وعندها بدأ الهجوم الروسي على سوريا بشكل مباشر بعد انعقاد اتفاقية مينسك في أوكرانيا لذا يبدو أن هذه كانت فرصة تم تفويتها من قبل هذه الإدارة وهل ستكون هيلاري قادرة على استغلال الفرصة أم أن الأوان قد فات بالنسبة لسوريا كما قال البعض لم يفوت الأوان أبدا أعتقد أن سياسة هيلاري كلينتون ستهدف لتخفيف حدة الانقسامات وعندما يتعلق الأمر بالقوات الصاعدة في العالم الآن مثل الصين، الهند، روسيا والاتحاد الأوروبي النظر للقوات الصاعدة في أمريكا اللاتينية سترى ملعب جديدة وألعاب مختلفة مترابطة مع بعضها البعض أكثر من إدارة أوباما أقول هذا الكلام لأن البعض يجادل بأن الأوان قد فات على سوريا وأن روسيا استولت عليها كما أعتقد قدرة هيلاري كلينتون بالتعبير عن نفسها بحرية واستحضار خبرتها للنقاش العام خلال هذه الحملة لم يكن بالقدر المطلوب بالنسبة للعديد من أعضاء الحزب الديمقراطي والجمهور الأمريكي الأبيض بشكل خاص لماذا؟ انظري لدونالد ترامب في هذه المناظرة يكاد أن يتذلل لبوتين الذي فاجأني أن هناك من يحاول خداع الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام الرئيسية وكأن هيلاري كلينتون نسيت بطريقة ما أن فلاديمير بوتين موجود في السلطة منذ حوالي 16 عام وأن روسيا لا تملك صحافة حرة وليس بلداً ديمقراطياً وأن أفعال بوتين يجب أن لا تكون شيئاً يطمح به أي رئيس أمريكي كرئيس للمجتمع الدولي تضمن كلام ترامب بل قالها بصريح العبارة أن بوتين ذكي جداً في السياسة الجغرافية وكل المجالات وأنه قائد جيد لذا أعتقد أن قدرة السيدة كلينتون للوقوف في وجه كل هذا الكلام واستيعاب كامل الحديث عن قرصنة روسيا وتسريب معلومات لويكيليكس وصلنا لمنطقة الإعلام الروسي العالمي أيضاً مثل RT وسبوتنيك انترناشنال حيث كان هناك موضوع عن أن العالم الآن محكوم من المخابرات الروسية ليتم نشره باللغة الإنجليزية و30 لغة حول العالم وهذا متناقض جداً مع الرواية الأمريكية ويبدو أن ترامب غافل عن الموضوع منغر به ويكيليكس هو جزء من الترسان المعلوماتية الروسية صحيح لم يفت الأوان على سوريا والسبب هو أن الأمور تستمر بالتغيير الصحيح يتوقف كل شيء سيكون الأوان قد فات على سوريا لكن يستمر لذلك يمكننا دائماً أن نؤثر بشكل إيجابي أو سلبي عن طريق القيام بشيء جيد أو سيء أو عدم القيام بأي شيء أي قرار تأخذه كقوة كبيرة يؤثر بمجرى ما سيحدث لذا بالطبع لم يفت الوقت بأي شكل لكن ربما فات الأوان على إعادة توحيد سوريا سوريا القديمة التي كانت تدار من دمشق إعادة إلصاقها لتبدو كما كانت في الستينات والسبعينات هذا ممكن ومن الممكن أن المنطقة كلها ماذا عن أيام الألفين؟ هل ستعود؟ أعتقد أنه من المهم إضافة هذه النقطة عن سياسة أوباما بتجنب المخاطر إن مستشار الرئيس أوباما في الأمن القومي كانوا من متجنب المخاطر بشكل كبير حول سوريا وبشكل خاص بعد تبعات ما حصل في بنغازي في ليبيا حيث وصلوا لنقطة أنهم غير قادرين ولا يريدون وضع ثقة لهم خلف أي خطة سياسية متعلقة بسوريا نعم حسين أريدك أن تكمل وجهة نظرك نعم أعتقد أن هذا صحيح هذا ما سنراه مع كلينتون بكل التأكيد لكن مع ترامب من الصعب أن نعرف أما مع كلينتون سنراه سأعيد ما ذكرته سابقا في مقالتي في الناشنال الأسبوع الماضي لقد توقعت أن تقوم الرئيس هيلاريك بالبحث عن أي فرصة مبكرة ربما خلال السنة الأولى من توليها الإدارة لمواجهة بوتين ومواجهة روسيا وأن تضح لروسيا وللجميع أن مرحلة التجنب المفرط المخاطرة في السياسة الأمريكية قد انتهت الآن وأن هناك رئيسا قد لا يكون عسكريا مثل جورج بوش الأبن بشكل غير منطقي وليس مثل انعزالية ترامب لكنه بكل تأكيد ليس استمرارية لسياسة أوباما بتجنب المخاطر بالطبع سيكون هناك حذر نعم هذه مرحلة جديدة للولئات المتحدة ولا أحد يريد المغامرة عصر بناء الدولة قد انتهى كما تريد أن توضح أن عصر رفض فرض الخطوط الحمراء قد ول أيضا التراجع والهروب والاعتماد على توزيع الجزر دون استخدام العصر نهائيا قد انتهى انتهى السؤال الكبير الذي يتحدث عنه الجميع هو حول تهديد ترامب بأنه لن يتقبل نتائج الانتخابات ما الذي يمكن لترامب فعله في حال خسر الانتخابات الرئاسية أعتقد أنه إذا كانت النتائج متقاربة قد يحاول الدخول في مهاترات قانونية لكن عندما تكون النتيجة حاسمة أعتقد أن هذه المحاولات ستكون غير مجدية خاصة إذا كان انتصارا واضحا ليس لديه الكثير لفعله معدى إثارة غضب أتباعه وإطلاق العنان للاضطرابات إن أقل ما يمكنه فعله بنشر هذا المحتوى هو خلق فوضى سياسية للإدارتين والحزب الجمهوري والسعي خلف قيادة الحزب الجمهوري ومحاولة كسب الصراع الداخلي في الحزب الجمهوري أو أن يحاول خلق عنف وزعزعة استقرار البلد وأعتقد أن هذا صعب أعتقد أن الموضوع دعائي أكثر من أن يكون حقيقيا لكنه أمر مؤرق أن نفكر أن أحد المرشحين النهائيين للانتخابات يقوم بازدراء أسس نقل السلطة بالإسلوب الديمقراطي والتهديد بعدم الاعتراف بنتائج أعتقد أن التهديد الأكبر هو أن يحصل عنف بأماكن متفرقة ولكن هذا يعتمد على مدى تقارب النتائج إذا كان الفارق 20% تقريبا ستكون فكرة المظاهرات على طريقة احتل وولستريت وظهور ردود فعل غاضبة في الشوارع غير واردة أما إذا كان متساويين عندها ستكون الفرصة قد أتيحت لترامب لأن يدخل بالتحديات القانونية لكن أعتقد أنها حركة دعائية بحسب استطلاعات الرأي الفروقات تتقلص وفقا للإرقام لا أعرف لأي مدى تثقون بهذه الاستطلاعات ولكن الفرق الآن خمس نقاط فقط لقد خذبت حسين في مقال سابق أنه لا يوجد أمل لترامب للوصول للرئاسة هل هناك أن لأي أمل أن يفوز ترامب الانتخابات اليوم برأيك؟ دعيني أوضح ما كتبت أعتقد أنه كان في العاشر من آب عندما كتبت عمودا أنه لا يوجد أي أمل لترامب بالفوز بسبب المجتمع الانتخابي لم أرى أن لديه أمل بأن يجمع 270 صوتا من المجمع الانتخابي بالمسار الواقعي منذ ذلك الوقت بدأ بالانحدار إذن أصبحت أكثر ثقة الآن نعم أكثر ثقة هل هذا ممكن؟ فقط من مبدأ أنه لا يوجد مستحيل يستمر الناس بالحديث عن نظرية البجع السوداء وأنا أجيبهم دائما بأن البجع عادة لا يكون بهذا السواد بل يكون من ضمن أطياف اللون الأسود لا أعرف ما هو الشيء الذي سيجعل شخصا مثل هيلاري كلينتون أن يرتبط بجريمة أو شيء مشابه أعتقد أنه يجب أن يكون شيئا خارقا لذا فقط لأن كل شيء ممكن علينا القول أنه ما زال لديه أمل لكن لدينا كل الأسباب لنقول أن الانتخابات حسمت أعتقد أن المساحة الإعلامية قد تغيرت بشكل كبير بحيث أن قابليتنا على قياس هذه المواضيع بالاستطلاعات قد تأثرت بشكل كبير أعتقد أن ترامب لديه فرصة للنجاح بدون شك لكنه غير مرجح لو كان لي أن أخمن فسأقول إن هيلاري سوف تكسب لكن لا أظن أننا قادرين على التنبؤ بشكل دقيق أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا إذا نظرنا إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على يوم التصويت كان أعداد الناخبين داخل الولايات المتحدة أكبر بكثير مما توقعته هذه هل هناك اختلاف عما كان عليه الحال منذ ثمان سنوات؟ أعتقد أن هناك فرقا مما كانت عليه منذ أربع سنوات فإن الفرق هو أضعف مضعفة أعتقد أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على يوم الانتخاب وعلى قرار الناس الذهاب والانتظار في الطبور والتصويت للمرشح المختار هو شيء غير قابل للقياس كما أعتقد أيضا كشرح لهذه النقطة أنه مهما كانت كلمات ترامب عن الإعلام الأمريكي سائد ونظرية المؤامرة الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله عن الإعلام الأمريكي العام والتغطية الإعلامية أعتقد أن تغطية الإعلام الأمريكي بشكل عام صور نجاح هيلاري كلينتون في الانتخابات كأمر مضمون وهذا بلا شك أثر على شمولية التغطية واحتمالية مقاطعة مؤيد ترامب للقائمين على الاستطلاعات واحتمالية أنه كان من الممكن لترامب أن يكسب 15 ولاية إلى 20 ولاية لم تكن داخل الاستطلاعات دعني أذكر هذا الموضوع إذا كان الجدال الحقيقي لبقاء وجود أي أمل لفوز ترامب هو هذه النقطة التي ذكرتها على وجه الخصوص والتي بكل صراحة لم أسمع بها من قبل وهي فكرة أن المحادثة الأمريكية تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الأربع والثمانية الماضية لدرجة أن استطلاعات الرأي التي كانت خلال السنوات العسر الماضية دقيقة جدا وجديرة بالثقة بالعديد من الاستطلاعات وأنت الآن تقترح بأنها ربما لم تعد بهذه الدقة بسبب تطور تكنولوجي وأننا فقدنا القدرة على تقف أثر الناس هذا الجدال الوحيد الذي يقدم هذه الحجة الصغيرة لم تكن دقيقة في لا 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 أصبحت الاستطلاعات غير دقيقة فجأة هذه الطريقة الوحيدة لكسب القضية هناك جدال أيضا أن هناك داعمين لترامب أكثر بشكل كبير من متابعيه لا أعتقد ذلك أعتقد أنه إذا ما زلت الاستطلاعات جديرة بالثقة فإنه حقا لا يملك أي فرصة الطريقة الوحيدة لمحاولة ربح القضية وقد قمت بها وأنا مبهور بها جدا هي بالقول أن هناك تحول كبير قد طرأ على التواصل الاجتماعي لم تعد الاستطلاعات مصدر ثقة بشكل مفاجئ على الرغم من أنها كانت كذلك للعقدين الماضيين أعتقد بأنه علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث في الأسبوعين القادمين كما أريد شكركم على أعطائنا الوقت وأتطلع للقائكم مرة أخرى بعد الانتخابات كانت هذه حلقتنا لليوم ألقاكم في موعدنا نفسها الأسبوع المقبل دمتون في جعاية الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر